السلام عليكم وصفة جديدة وصفة تونسية سامة أحضر مرقة بتاتا بالجاج كما تشاهدون تنجرة كمية باهية متعزيد زيتونة وزيت نباتي خلط مزوز كمية باهية متعزيد زيتونة وزيت نباتي كما تشاهدون كما تشاهدون تنجرة كما تشاهدون بسلس عرونة ونضع كمية التجاج بالنسبة للتجاج حسب أفراد العائلة لنشوحهم بالباهية على الغاز بصل والزيت ونضع الملح كركم وكليل وزعتر بالنسبة للتجاج يجب أن تقليوا كما تشاهدون الزيت قبل أن تضعوا الهتماتم لن يجب أن يأخذوا وجه كما تشاهدون تشاهدون ونضع الملح حسب الرغبة تبيعة ونضع زيتها في الفل ونضع أخرى بالنسبة للتجاج على خطر التجاج في المرق نضع كليل وزعتر كما نستعمل ثوم في المرقة نضع ثوم في بلاسة كليل وزعتر وبالنسبة للمرقة البتاطا العادية لا نضع ثوم نضع جوز كما تشاهدون كما تشاهدون كما تشاهدون كما تشاهدون نضع ثوم لنضع زيتها ونحلها بشوية ماء ونضع تقلق في عقلها منها تتخذ راحتها في الدقلية وكيف كيف ما تلسقلنش في القعمة التنجة في المرحلة هذي كما تشاهدون زيت الكليل وزعتر كما قلت لكم ملول حطوه مع الجاج يفوحوا على الأخر لانا حصلوا نسيتم بش نضع ملول بالكل وليت تحتيتوا في المرحلة هذي ولانا كالعادة بشن خليهم يتقلق في عقلهم اخر حاجة بشنو اللي نضيف الهريسة الشايحة والفلفل الأحمر وشنمرق بالكمية الكافية متع الماء بالنسبة للهريسة الشايحة حتيت مغارفتين صغار كيف كيف زاد الفلفل الأحمر بشنحط مغارفتين صغار نحب هالمرقة معناية تكون محرحرة شوية بتبيع بالنسبة للحرورية والملح دي ما نقول لكم حسب الراغبة بشنمرق لنا الكمية الكافية متع الماء اللي بشتايب ليدجاج نقراه حسابنا زادة مبعد بشنحطوا البتاتا لنا خطيت كعبتين بصل صغار قصيتهم في اربعة و بشنحطهم يغليوا في المرحلة لنا دوما مرقت بشنحط البصل و من بعد بشنزيد البتاتا كما تشوفوا الوطن اللي حتيت البصل متع يغلي بشنزيد البتاتا بالنسبة للبتاتا خطيت ثلاثة كعبات كل كعبة بشنقصها على اربعة ولا على ستة بشنقصهم بالطول بشنحطهم زادة يغليو هما و الدجاج مع بعضهم معنى نفس تياب الدجاج نفس تياب البتاتا لان البتاتا اللي عندي على خطرها تاخو وقتها تياب عليش حتيتها في المرحلة هالي او كنتو ما كانت عارفا الابتاتا اللي عنتكم معنى فيه سامات تياب تحطوها جسد في الاربعة الدجاج الاخراني ان اربع ساعة الاخراء تكون سافاع ما تشوفوا المرقمتاي هذا بعد ما حتيتها البتاتا لان ابش نخليها نص ساعة مدة تياب الدجاج والبتاتا و من بعد نرجع لها كما تشوفوا المرقمتاي بعد نضيف نصف ساعة بطاة والدجاج نضيف جرون فلفل نضيف الفلفل نضيفه في المرقب نضيفه في الوسط و نضيفه ملح نضيف الفلفل بالملح يسيب لكم جوية سر محلية و كما ترون المرقم يكون حاضره لنضيف الفلفل يضيف حكاية الدرج و نعود في طبق تقديل و كما ترون المرقم بعد حضرت ريحتها فيحة في الدار 66 كيف خاصة عندي برش عليها ريحتها فيحة في الدار و لا نحكي لكم هذه وصفتنا كانت اليوم و شاء الله تكون عجبتكم الوصفة و ناتري لكم لا تنسيش بالترجم و اشتركوا في القناة و اشتركوا بالسلامة